بسم الله الرحمن الرحيم و أحلقة جديدة و برنامجكم صحتك صروتك حالة في آخر 2019 كل سنة و حالاتكم طيبين و أتمنى إن شاء الله عام 2020 كل اللي بيحقق أو كل اللي بيتمنى حاجة يحققها على المستوى الشخصي و تكون خير ليه 2019 كانت بداية البرنامج بتاعنا اجتهادنا فيه حاولنا نحن نقدم لكم كل حاجة جديدة و حاجة مفيدة و عايز أشكر كل اللي وقفوا قرانا و كل اللي كان بينصحنا و كل اللي كان بيوجهنا 2020 إن شاء الله تعالى هتبقى عام سعيد علينا كلنا و يبقى شكل مختلف تاني للبرنامج دايما نحن بنعتمل على التجديد و عشان كده يمكن الفقرة الثالثة بتاعتنا النهاردة هيكون معانا من نشار الطب والاقتصاد للبرنامج هيتكلمنا عن إيه البلانات بتاعتنا و إيه خططنا في 2020 هنقدم إيه و هيمشي إزاي من ناحية الطبية و من ناحية التسوقية الفقرة الثانية بتاعتنا النهاردة فقرة جديدة جدا أول مرة أنا على المستوى الشخصي أول مرة أسمع هذا الموضوع وهو العلاج الضوي عزيزي أنا في قصة العلاج الضوي هتكون معانا إن شاء الله تعالى الدكتور ياسمين عبد حميد حد متخصص في حيث العلاج الضوي والتغذية والتجميل الفقرة اللي بتاعتنا الفقرة السابتة وهي الكابسولة و دي إن شاء الله هتكون آخر الكابسولة 2019 هتشوف الكابسولة هتودينا على فين أو هنشوف الكابسولة في 2020 إن شاء الله هتعمل إيه معانا في برنامج صحياتك صروتك خلينا نراحب الأول بالدكتور محمد راشد استشاري الحسياء والمناعة الدكتور محمد صباح الفل عليك صباح الفل يا دكتور يا الله أخبر كل سنة و أنت بصحة و سلامة و كل مشاهدينك و محبينك بصحة و سلامة و من نجاح لنجاح إن شاء الله و يعني نتمنى و أنت بتعمل مجود قوي جدا و كبير جدا عشان عشان توصل فعلا المعلومة لجمهورك و نتمنى أن الموسم اللي جاي إن شاء الله تبقى يعني أفضل و أفضل بإذن الله بصد خلينا تقولي الهدف الأساسي من نورنامج صحياتك صروتك أنه نية بتاعتنا أن نستخدرها دايما أنه نحن محتاجين أو دايما بناسة أنه نقدم معلومة جديدة و تفيد الناس صحيح شبك ده هدف الأساسي بتاعنا و عشان كده هرجع و أقول تاني إحنا برنامج بتاعنا برنامج متخصص و كل فريق العمل فيه ناس متخصصين صحيح دكالك محمد الكابسولة تروح لفين احنا أعتقد أن الكابسولة المرة لفاتكم هم نتكلم على حسية العين صحيح هنكمل حسية العين بين الوقاية و العلاج أو العلاج و الوقاية صح كده صحيح فضل دكالك محمد إحنا الأول خلينا هنقول إحنا الوقاية عندنا شوية حاجات رئيسية جدا نخلي بني منها خلص إحنا عرفنا أن فيه عندنا التهاب تحسسي تمام التهاب عين تحسسي يعني فيه مشكلة أو التهاب في ملتحبة العين و إن شكلها بيبقى شكلها باين جدا بيبقى فيه عندي إحمرار في العين فيه حكة في العين فيه طورب في جفول العين فيه دموع ممكن تنزل بشكل أو بآخر فيه ممكن يحصل نزال نحن بالسميع و مصق الصبح بادري كده تمام دي كلها الأعراض بشكل أو بآخر طبعا إحنا النهار ده دلوقتي الوقاية الوقاية بتعتمد على كذا عنصر أول حاجة عنصر وقائي يعني حاجة يعني حاجة وقاية أو يعني إن أنا أعمل معالجة للبيئة اللي حوالي إن أنا لازم أمتنع عن وجود وجود المسببات الخاصة بالحساسية إن أنا ممكن ما أتعرضش لها بشكل بستمر إن أنا أستخدم نظارات في نظارات خاصة بعدسات معينة لابد العدسات دي فيها الألت رفليكشن بتعمل رفليكشن وخصوص الأشعة الفوق النفسجية والتفاعل النظارات هنا تبقى زو كفاءة معينة صحيح مستخدمش أي نظارات صحيح صحيح بيكون كفاءتها عالية جدا لو أنا النهار ده حصل مشكلة عندي لو حصل مشكلة بجأة استخدم كمدات المية البردة استخدم كمدات مية بردة بحطاها على العين في حدود عشر دقايق مشكلة يعني أول ما يصل عندي حمره في العين هستخدم كمدات مية ساعة ولا مية بردة مية بردة مية بردة بحال فيه يعني آه يعني بحيث أننا يعني ده بتهدي شوية البروجلس الالتهاب الالتهاب بتأمله بشكل كبير جدا نستخدمه حوالي لمدة عشر دقايق على فترات بطاقة تاعه نحن كده بنخش في العلاج ولا لسه في الوقاية نقول في الوقاية نقول الوقاية ده جزء من العلاج لما يحصل مشكلة ده جزء من العلاج أنت النهار ده بتعرض العين للكمدات تحط كمدات بتمنع أن أنت في بعض الأوقات بتستخدم خلاص بقى بدأ خلاص الأعراض تظهر بشكل معين بتاخد حاجة اسمها أنت هستامينك مضادة للهستامين تمام مضادة للحساسية مضادة للحساسية ده مضادة للحساسية لأن المادة أصلا الرئيسية لظهور الأعراض هي الهستامين مادة اللي بتفرزها من الجسم الهستامين تمام دي بتبقى في حالة يعني لما بتكون أعراض يعني محياش محياش شديدة قوي أو أن أنا مش حاسف مشكلة كبيرة قوي الحاجة التانية في بعض الأحيان بقى لما بتكون بقى فيه ألم شديد في العين أو فيه حصل التهيباتش ده جدا في عين نتيجة للحساسية هنا بقى ممكن نخش حاجة اسمها الكورتزون بيحق أن نفجف للعين حاجات في منتحمة العين الكلام ده كله ده برضه بيساعد ده من نسبة لعملية طبعا ده كله تحت إشراف طبي طبعا إحنا زي ما نفتكر احنا قلنا قبل كده بنائج بتاعنا بيخاطب المواطن العادي وبيخاطب أخواتنا الطبيع طبعا كل كل القضية دي كلها لازم تحت إشراف طبي مباشر عشان خاطب محدش طبعا إحنا بس إحنا مجرد اللي إحنا بنعمل بنقول خلي بالك لما يحصل كده خلي بالك عليك إنك تتوجه للطبيب لما يحصل كده خلي بالك ده ممكن يدخلك في مشكلة تالية فلازم واجب عليك إنك توجه للطبيب المعالج عشان يقدر يتعامل معاك بشكل بشكل سليم وإحنا منيجي بقى ده كده بالنسبة للاج لو حصل بشكلة يعني خلاص طبعا إحنا الإجراءات بقى الوقائية اللي إحنا طبعا نقولنا الموضوع الكمادات المية ده ده من نوع من عنواع الإجراء العلاج يعتبر نوع من عنواع العلاج من ضمن الحاجات اللي تخش برضك في سكة العلاج إن أنت لو حصل اتهاب أو حصل احمرار أو حصل حكة تحاول بقى المستطاع إنك ما تحكش تحكش في عينيك لده بيزود بيزود المشكلة أكبر طيب إحنا ده علاج طب وقاية وقاية الأول من الأول أبعد عن كل المسببات ده أول حاجة أبعد عن كل المسببات اللي بتعمل حساسية رقم اتنين زي ما احنا قلنا إن أنت بتستخدم العين بتستخدم النظارات بطريقة معينة رقم ثلاثة لابد إننا يكون العدسات في بعض الناس بتستخدم العدسات اللاسقة والكلام دي بتبقى مصدر كبير جدا لهذه الحاجة تعرف مشكلة العدسات اللاسقة إن هي ممكن كمان ودي بتبقى حاجة متطورة شوية إن هي ممكن تعمل قرحة في العين ودي مشكلة كبيرة صحيح 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 ما احنا إحنا هنخلي بالك ما هو ده إحنا بنتخوف منه نتيجة للمضاعفات دي كلها نوصف الآخر اللي كرحة في العين شكرا برضو ده نصيحة للسادة المشاهدين إن أنت حتى عدسات العين اللي بتستخدمها سوى كانت علاجية أو تجميلية لازم تبقى برضو تحت إشرف طبيعي صحيح أو مكان معتمل صحيح صحيح عندنا برضو كإن إحنا مبدئيا إن إحنا المسبات اللي موجودة عندنا في البيت المسبات الحساسية اللي موجودة في البيت اللي خلي بنا منه الأوقات اللي فيه طيارات هاوة نبعد عنها لما يكون عندي فيه ظروف في النهاردة فصل الربيع بالذات أو فيه عند استعداد وراسي أو كلام ده كله لابد إن أنا أتجلم الحاجات دي كلها كل هذه العوامل في النهاية بتخلينا بقدر مستطع نحافظ على علينا بشكل أو بآخر من الحساسية وبرطو خلينا نفصل عشان الناس برضو تبقى فهمة إحنا ممكن هذه الالتهابات تسببها عدوى فيروسية أو عدوى بكترية فإحنا خلينا إن طبعا الحساسية قلنا دي بتبقى الحساسية يعني بتعرض لحاجة الحاجة دي بتعملني أنا أعراض ببتعملش الغيري ممكن ما تعملش الغيري محمد حيثي في الساق حدثك بتقول إن الحساسية ممكن تبقى فيها جانب وراسي أو عامل وراسي طبعا حساسية كل أنواع الحساسية لإن إحنا قلنا قلنا تانين نقول إن الحساسية بقى عندي ظروف بإيا محيطة عندي استعداد وراسي عندي وجود مسبب تمام الحالة دي على وقنا النهاردة النهاردة دي فيه استعداد موجود وراسي طيب الاستعداد موجود طب طريقة الإكسبريشة بتاع الجسم أو طريقة تعبير الجسم بنقول إن المسبب بقى واحد وكل الجسم يعبر عنه بطريقته طبقل بقى لفين وإن حتى أضعف فبقل تبدأ بالعين بقل تبدأ بالأنف بقل تبدأ بالصد بقل تبدأ بالجلد على حسب بتختلف في المكان لأخر على حسب مكان المكان اللي حصل فيه التعرض للمسبب وحسب باستعداد يعني لكن هي المسبب واحد والاستعداد بيبقى واحد تمام خلينا نقول بما أن انت حتتكلم حقيقي قلت إن حسيت العين فيها جانب وراسي شوية يبقى أعتقد إن الوقاية في هذا المريض أو في الإنسان اللي عنده الموضوع ليه جانب وراسي لازم اللقاية يبقى ليها الجانب الأول والأكبر يعني يعني الإنسان اللي عادي يبقى عنده لقاية صحيح مالك بقى لوحد عنده في العيلة عنده الموضوع ده يبقى الوقاية عنده طبق أكبر حضرتك طبعا هي من ضمن أصلا أول آلية في التشخيص هو الهيستري بتاعه الفامنهيستري لو أنه نارضة عندنا في حد في العيلة في العيلة عنده حساسية من مسبب معين واتقرر مع واحد واثنين وثلاثة عندي نسبة جميلة ممكن تحصل هذه تحدث هذه الحساسية فأنا في الحالة دي يا إما في إما ممكن أعمل يعني يعني شك وقائي شك أب وقائي كده يعني حاجة كده تمام أشوف الدنيا فيها إيه أو إن أنا برضو أبقى أنا محرص أبقى أنا خليباني لما تبدأ تظهر الأعراض أبدأ توجه للطبيب تمام أعطاق كده احنا موضوع العين خلص أتخلص كده إن شاء الله خلينا أسألك سؤال بس هو بر شوية موضوع العين ولكن ليه علاقة بالسنة الجيدة بتاعت صدر إن شاء الله طر محمد الكابسولة بتاعتنا مستمرة إن شاء الله إن شاء الله حاجة إيه الموضوع اللي ممكن إحنا نتناولها في 2020 هو إحنا حضرك الموضوع اللي ممكن نتوالها في 2020 عملا إحنا زي ما إحنا قلنا إحنا يعني كابسولتنا جزء منها تسقيف صحي وتوعية صحية وكلام دو كله فإحنا إن شاء الله بإذنك يا رب ممكن يكون عندنا الخطة المقترحة ممكن يكون عندنا حاجة خاصة بالأمراض الموادية بشكل أو بآخر الأمراض نتكلم ممكن عن أمراض اللي هي على أمراض بسب合 أن أمراض العصر الحديث ممكن نتكلم عنها بشكل أو بآخر ممكن نتكلم على جزئتي التخزية بشكل أو بآخر ممكن نتكلم على التحصين أو التطعيم والحماية دي كلها يعني أي أنواحها وإيه ظروفها وإيه موعدها والكلام ده كله ده إن شاء الله بإذنك يا رب يعني ده جزء من ممكن نتكلم معنا صحة الأسرة نفسها الساكة الشكل والكلام ده كله فيعني إحنا ممكن لو إن شاء الله بإذنك يا رب نقدر نعمل برنامج أو سيكونس أو تتابع كويس إذن الله إن شاء الله إن شاء الله طبعا عام 2020 عام سعيد علينا كلنا وإن شاء الله تعالى نقدم كل ما هو جديد للسادة المشاهدين دكتور محمد رشد أنا في نهاية فقرتي محاك في الكابسولة بقى في المعاك وإن شاء الله تعالى الحلقة الجاية تبقى أول حلقاتنا في عشرين عشرين وتكون حاجة مميزة لكل السادة المشاهدين إن شاء الله كل سنوطة طيب ومشاهدين شكرا بك محمد فاصل والمواصل وهنرجع بقى نشوف بقى قصة العلاج الضوئي والتغذية وموضوع أنا بالنسبة لي لما قرأته عن فيسبوك استهواني وكنت حريص جدا نعمل فقرة النهاردة عن أعرف إيه قصة العلاج الضوئي فاصل ونواصل